دولة اللي تشري بفلوسها انضمامها إلى منظمات هذه عمرها متكل مؤثرة تبقى بقرة حلوب تحلب من طرف الدول من المفروض الجزائر تبدي رغبتها في الانضامة من البريكس ويعمل النظام على الاستقرار المؤسساتي على الاستقرار الداخلي على مشروع تنمية حقيقي نما يكون عندك اقتصاد انت في ظل الآن أسعار الغاز في ظل ثروات طائلة تدخل الخزينة العمومية بسبب البترول وكذا وكذا هذا عامل جيد يقوي الدولة ثم تعمل على صناعة اقتصاد حقيقي في جو من الديمقراطية والمنافسة السياسية والرأي والرأي الآخر وفي ظل مجال للحريات وكذا وكذا من هذه الأمور وفي ظل شعب يبني مؤسسات قوية برلمان قوي وحاسب قضاء يفتح حقيقة ملفات الفساد لتطهير البلاد نهار الجزائر تطهر من الفساد تكون مغرية للمستثمرين الأجانب انت المستثمرين اللي يجيك خايف ما شو وافق في فضائك الاستثماري وخايف على أنه ممكن أمواله تنهب وفي ظل بلد تقول عليها أنها مستهدفة وأمنها القومي مستهدف في نفس الوقت تريد أن تذهب إلى البريكس باقتصاد هش ولم تجد من وسيلة في محاولة إغراء هذه الدول إلا عن طريق أني غني وعندي الفلوس ونشري من عندك وخلي المليارات تروح لا هذا ما هو معيار للانضمام إلى البريكس شوفوا السعودية وتركيا وغيرهم الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام وهي عندها اقتصاد قوي السعودية اقتصادها قوي تركيا اقتصادها عندها اقتصاد بمعنى الكلمة رغم أنه تعرض إلى ضربات والهدف يعني ضربات لعبت فيها أطراف خارجية في محاولة إجهاض هذه الدولة القوية التي تنمو بسرعة وهي منذ أيام فقط صنعت سيارتها سيارة تركية كاملة هاي الدول أنت ما تصنع حتى شيء حتى البصل تستورده الناس عايشة في طوابير طوابير البطاطة طوابير السميد طوابير الزيت طوابير البنان طوابير كل شيء الغلاء ما قدرتش تسيطر على السوق الجزائرية الوزرات هذا وزيري جي هذا يروح ما عندكش ملف دبلوماسي ماسكه في يدك الجزائر هذه الإشكالية حتى البوليزاريو كانت في مرحلة معينة قضية ماسكتها الجزائر وتحاول من خلالها أن تبرز ثقلها في المجتمع الإفريقي والمجتمع الدولي غير أن الآن حتى هذه القضية ما صارت في يديها ما صارتش خلاص في يديها خرجت من يديها بقى في يديها وشكو البوليزاريو عندك في تيندوه ولكن القضية خارجت من يديها صارت في الدين المغرب وقوى كبرى ودول الخليج وغيرهم في ظل هذا الوضع وهذه الطريقة لا يمكن أبداً أن تبني دولة يكون اقتصادها قوي الاقتصاد يبنوه ناس عندهم مشروع وثيقات نسى نظاف لكن عندما يكون الرئيس ما عندوش مشروع الأحزاب السياسية ما تستقدرش تعبر عن مشروع سوى تطبل وتزمر للرئيس حتى وصلنا شفنا رئيس حزب حركة حمز كم الرئاسة انتاعه رح يغادر الحزب أدى زيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية لم تحدث في تاريخ الأحزاب السياسية ويدعي أنه حزب معارض هذي رح يديروه السفراء سفير لما يكمل مهم يدير زيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية ويغادر انترك رئيس حزب لش دير زيارة مجاملة لأنه ربما طامع في سفير أو شيء من هذا القبيل المهم ليس هذا موضوعنا في ظل هذا القحط السياسي القحط الاقتصادي القضاء تحت سلطة الإدارة تحت السلطة لدارة رئيس الجمهورية يدين صحافي في حوار صحافي ثم بعد ذلك القضاء يحكم عليه بأحكام قاسية بناء على إدانة رئيس الجمهورية في ظل هذا الوضع ممكن أنك تصنع اقتصاد الاقتصاد يصنع بمشروع تنمية حقيقي منافسة بين عدة مشاريع في ظل مجال مفتوح للانتقاد الحقيقي والبناء بالفعل سبوا الشتم سبوا الشتم عنده مجالاته ولكن نتكلم على النخب الحقيقية في ظل أيضا شفافية في ظل أيضا مؤسسات انظيفة ومسؤولين انظاف ما كانش فساد وفي ظل قضاء مستقل بمعنى الكلمة شبهة الفساد فقط يتحرك ولا يستثني أحدا ولو يكون رئيس الجمهورية في ظل هذا الوضع تستطيع بناء اقتصاد أما في ظل الوزراء ما يقدروا يديروا حتى شيء وزراء جيب وزراء يظهروا فسدين الآن تبحث على رجل انظيف داخل السلطة المشكلة تحصلة الآن لو النظام هذا يبحث على رجل انظيف داخل النظام ما يلقاش وهذا اللي وصلنا له للأسف الشديد إذن زيارة سعيد شنغريحة من حيث المبدأ هذه اللي لسنا ضدها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقدر يزور كل الدول وطبيعي ويبحث عن فضاءات ومتعلاقات هذا أمر طبيعي من حيث المبدأ ولكن أنا أعتقد وتقديري وتحليلي أن هذه الزيارة هي زيارة مجاملة ثم محاولة استمالة عبر صفقات تسليح لكي تدعم البرازيل انضمام الجزائر إلى البريكس والبداية كعضو ملاحظ ويبقى هذا أو تبقى هذه العضوية على مدهار فطرة بلا أدل شك ربما طويلة ربما قصيرة تخضع إلى ما يأول إليه الوضع الجزائري سواء بقي تبول أو رحل المهم هي عضوية شكلية لن تضيفها للجزائر والجزائري شيئا بل سيبقى الشعب الجزائري يتخبط في طوابير وفقر ومزيرية وأشياء كثيرة في ظل حقيقة غياب للعدل والعدالة وتكافؤ الفرص من يريد أن يبني دولة يبني مؤسسات قوية ودون ذلك فهو يرقص بين رؤوس الأفاعي ويتجه سريعا نحو المجهود واذكروا كلانا جيدا